الدرس 12 اسم الدرس على الشاطئ اتفق أفراد العائلة على قضاء أحد أيام العطلة على شاطئ البحر للاستجمام ونسيان متاعب العمل لعل الأبدان تسترجع حيويتها والعقول تستعيد طاقتها وفي اليوم الموعود استيقظت الأسرة باكراً وأخذ أفرادها يصهمون في التحضيرات اللازمة بكل حماس ولم تنضي ساعة واحدة حتى بلغوا الشاطئ واتخذوا لأنفسهم مقراً فوق الرمال الفضية بعثت لطافة الحرارة في جميعهم أحاسيس منعشة جعلت الوالدين ينسيان كهولتهما وينخرطان مع أبنائهما في اللعب بالكرة وفي إنجاز حركات رياضية ولما خارت قواهما نظر الأب إلى زوجته وقال مازحاً إني أراك شابة لم تبلغ العشرين بعد افتر ثغر السيدة عائشة كاشفاً عن ابتسامة رقيقة ثم سارت الهوينة متجهة نحو الخيمة لأعداد الغداء أخرجت السمكة من الثلاجة ووضعته في إناء به ماء وشرعت في التقشير ثم جمعت شيراز الفضلات ودفنتها في الرمل وراء الخيمة تحلق أفراد الأسرة حول كانون كانت تنبعث منه رائحة شهية وأقبلوا على الطعام بنهم وبمجرد أن انتهوا من الأكل ترك الأبناء الصحون وهرولوا من جديد نحو الماء فصاحت الأم دون تردد لا لا ارجعوا خذوا الآن نصيباً من الراحة قالت شيراز لماذا يا أمي؟ فأجابها أخوها رامي وقد تراجع إلى الوراء مع أخيه الصغير متذكراً النصائح التي أسداها له معلمه هذا قد يتسبب في الغرق ردت شيراز بلهجة متعجبة لكننا قضينا كامل الصباح في الماء وها نحن لم نصب بأذى ولم نغرق واحد أكتشف وأفهم واحد أتأمل الصورة التالية ثم أجيب عن السؤال كيف قضت الأسرة هذا اليوم؟ قضت الأسرة هذا اليوم بين المرح واللعب والسباحة وأكل وليمة من الغذاء اللذيذ اثنان أقرأ النص وأعين مما يأتي ما يمكن أن يكون عنواناً آخر للنص الإقبال على الطعام بنهم وتحلو الحياة على رمال الشاطئ اللعب بالكرة على الشاطئ يوم للترفيه يمكن أن نختار وتحلو الحياة على رمال الشاطئ أو يوم للترفيه كعنوان بديل يفي بمضمون النص ثلاثة انخرط الأب والأم مع أبنائهما في اللعب بالكرة متى كان ذلك؟ انخرط الأب والأم مع أبنائهما في اللعب بالكرة قبل الغذاء أربعة هل استمتع أفراد العائلة في هذا اليوم؟ أستخرج من النص قرينة أدعم بها إجابتي نعم استمتع أفراد العائلة في هذا اليوم بعثت لطافة الحرارة في جميعهم أحاسيس منعشة جعلت الوالدين ينسيان كهولتهما وينخرطان مع أبنائهما في اللعب بالكرة وفي إنجاز حركات رياضية أقرأ الجمل الآتية وأعوض ما هو مسطر بما يفيد المعنى نفسه لم تمضي ساعة واحدة حتى بلغوا الشاطئ لم تمضي ساعة واحدة حتى أدركوا الشاطئ لم تمضي ساعة واحدة حتى وصلوا الشاطئ لطافة الحرارة جعلت الوالدين ينخرطان مع أبنائهما في اللعب بالكرة لطافة الحرارة جعلت الوالدين يشتركان مع أبنائهما في اللعب بالكرة لما خارت قواهما لما ضعفت قواهما جمعت شيراز الفضلات ودفنتها في الرمل جمعت شيراز الفضلات ووارتها في الرمل ردامتها في التراب باء أستخرج من النص فعلا يفيد معناه عكس تباطأ بالرجوع إلى مفردات النص والنظر فيها فإن الفعل الذي يفيد معناه عكس تباطأ هو هرولة أسرع 2- أعمق فهمي 6- أرتب الأحداث الآتية حسب ورودها في النص تذكر نصائح المعلم إخراج السمك من الثلاجة الإقبال على الطعام بنهم الوصول إلى الشاطئ نقوم بترتيب الأحداث أولاً بأول تزامناً مع وقت حدوثها 1- الوصول إلى الشاطئ 2- إخراج السمك من الثلاجة 3- الإقبال على الطعام بنهم 4- تذكر نصائح المعلم 7- أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها في الزمن 5- اللعب بالكرة على الرمال 6- تحضير اللوازم الضرورية 7- تقديم المعلم للنصائح الخاصة بالسباحة 8- دفن الفضلات في الرمل 9- اتفاق الأسرة على قضاء يوم العطلة على شاطئ البحر الأحداث حسب تعاقبها في الزمن 1- تقديم المعلم للنصائح الخاصة بالسباحة 2- اتفاق الأسرة على قضاء يوم العطلة على شاطئ البحر 3- تحضير اللوازم الضرورية 4- اللعب بالكرة على الرمال 8- اذكر كل الأعمال التي قامت بها الأم عائشة منذ جلوسها فوق الرمال إلى انتهائها من أعداد الطعام مرتبة حسب تعاقبها في الزمن 9- تمثلت أعمال الأم كالآتي 1- اللعب بكرة القدم صحبة الزوج والأبناء 2- التوجه نحو الخيمة 3- أخرجت السمك من الثلاجة ووضعته في إناء به ماء 4- تقشير السمك 5- طهي الطعام 6- منعت أبناءها العودة إلى الماء إثر انتهائهم من الأكل خوفا عليهم من الأذى والغرق 9- أوزع الأقوال الآتي على أصحابها ثم أرتبها حسب ورودها في النص ارجعوا، خذوا الآن نصيبا من الراحة 10- لكننا قضينا كامل الصباح في الماء وها نحن لم نصب بأذى ولم نغرق 11- إني أراك شابة لم تبلغ العشرين بعد 12- هذا قد يتسبب في الغرق 12- القول وصاحبه 13- ارجعوا، خذوا الآن نصيبا من الراحة 13- الأم 14- لكننا قضينا كامل الصباح في الماء وها نحن لم نصب بأذى ولم نغرق 14- شيراز 14- إني أراك شابة لم تبلغ العشرين بعد 14- الأب 15- هذا قد يتسبب في الغرق 15- رامي 16- الأقوال مرتبة 16- واحد 16- إني أراك شابة لم تبلغ العشرين بعد 17- اثنان 17- ارجعوا، خذوا الآن نصيبا من الراحة 18- ثلاثة 18- لكننا قضينا كامل الصباح في الماء وها نحن لم نصب بأذى ولم نغرق 19- أربعة 19- هذا قد يتسبب في الغرق 20- ثلاثة 20- ابدي رأيي 20- سلكت البنت شيراز سلوكا لا يليق بالإنسان المتحضر 20- ما هو؟ 21- السلوك الذي سلكته شيراز والذي لا يليق بالإنسان المتحضر 21- هو إقدامها على دفن الفضلات في الرمل 22- كيف تتصرف إن كنت مكانها؟ 23- كيف تتصرف إن كنت مكانها؟ 23- إن كنت مكانها لقمت بجمعها في كيس وألقيت بها في سلة المهملات 23- ترجمة نانسي قنقر 23- ترجمة نانسي قنقر 23- ترجمة نانسي قنقر